أهلاً وسهلاً بكم في قناة A&Y Toys اشتركوا في القناة ولا تنسوا عمل لايك هيا أخبريني ما هو اسمي؟ ما هو الاسم الذي اختاروه لي؟ ها هي الكرة التي بها التعليقات هيا لنقوم بتحريكها ثم نسحب أوه واو ما كل هذه الأوراق ماذا أختار؟ سأختار هذه لقد اخترت هذه ها هي الورقة التي اختارتها لنرى ما هو الاسم إنه جوليا لقد اختاروا لك اسم جوليا لنرى من التي كتبت التعليق التي كتبت التعليق اسمها ستار 976 شكراً لك يا ستار وشكراً لكل من كتب التعليق أنتم لطفاء جداً لا أريد أن يزعل أحد لم يخرج تعليقه وأتمنى أن تكملوا الفيديو للآخر فهناك موضوع مهم أريد أن أأخذ رأيكم فيه شكراً لكم يا أصدقائي شكراً على الاسم لقد أعجبني كثيراً ظلوا لآخر الفيديو فنحن نحتاج إلى مساعدة أوه الجو بارد جداً اليوم مع أنني أرتدي جاكيت الفرو ولكنني ما زلت أشعر بالبرد يا ترى كم حالة التقس ادوي التلفاز يا سواق لنرى النشر الجوية سيأتي للكثير من الثلج خلال الليل ويتوقع حدوث عاصفة ثلجية كبيرة لذلك لا تخرجوا من منازلكم وابقوا بها أوه يا إلهي هل سمعت عاصفة ثلجية كبيرة وسيأتي للكثير من الثلج هل يوجد لدينا طعام كافي لكي نبقى في البيت؟ نعم نعم لا تقلقي لقد أخبرت ريال بي أن تحضر البيتزا معها سوف نأكل البيتزا طوال الليل أوه أتمنى أن لا تتأخر ريال بي وتعود إلى المنزل قبل العاصفة هل تعرفين أين هي؟ نعم إنها بالطريق لا تقلقي سوف تصل بعد عشر دقائق تقريباً واو بيتزا على الطريق وعاصفة ثلجية أيضاً يبدو هذا ممتعاً سأذهب لأخبر سارة سارة يا سارة يوجد عاصفة ثلجية سيخطل الكثير من الثلج لقد استمعنا الآن إلى الأخبار وأيضاً ريال بي ستحضر البيتزا هيا تعالي لنستمتع أوه هل قلت عاصفة ثلجية؟ يا إلهي هذا مخيف جداً ما الممتع في الموضوع؟ أنا أكره العواصف وأكره الثلج أوه لماذا ذهبت إلى سريرك؟ قلت لك هناك بيتزا تعالي لنأكل البيتزا ونستمتع معاً كلا لن أقوم من سريري سريري هو المكان الآمن الوحيد في هذا البيت سأبقى في السرير لكي يحميني من العاصفة لن أتحرك أبداً أنت مضحكة يا سارة يبدو أنك تكثرين من مشاهدة أفلام الرعب حسناً ابقي في السرير سأذهب أنا للتناول البيتزا والاستمتع أراكي بعد العاصفة؟ هقد وصلت البيتزا الساخنة من جائع من يريد الأكل؟ أنا 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 جائعة آتني البيتزا تفضلي ها هي البيتزا ابدأوا بالأكل ما هذه الأشياء التي على البيتزا يا ريالبي؟ تبدو غريبة ما نوعها؟ إنها البيتزا هاواي بالأنناس الشهي وأيضاً أضفت المشروم هاواي؟ ماذا؟ هاواي؟ كيف هذا؟ كيف أنناس في البيتزا؟ أنا لا أحب هذه الأشياء الغريبة أحب بيتزا مارغاريتا وبيتزا البيبروني فقط لماذا فعلتي هذا؟ لم أكن أعرف ما تحبينه حسناً لماذا لا تتذوقيها ربما تعجبك؟ كلاً لن أخاطر بحياتي وأتذوقها سأذهب للمطبخ وأحذر شيء مكوناته منطقية هيا يا بنات هيا لنأكل البيتزا قبل أن تبرد كم هي الشهية يا ريالبي شكراً لك لقد أحببتها كثيراً نعم إنها لذيذة جداً ومثالية للعواصف الثلجية لن أجعل البيتزا تحبطني يجب أن أحضر لنفسي الشيء لذيذ يجعلني أتحمل العاصف الثلجية ماذا أحضر؟ أها الشوكولاتة الساخنة بالمارشميلو ستكون لذيذة جداً تعال يا كوب الشوكولاتة الساخنة كم هو لذيذ ودافئ أنا أحبه كثيراً أو يا إلهي ما هذا الصوت؟ يبدو أن العاصف الثلجية قد بدأت أتمنى أن تكون سارة بخير هل سمعتم هذا الصوت؟ يبدو أن العاصف الثلجية بدأت نعم نعم إنه عال جداً صوت العاصفة مخيف آه 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 ماذا ستنتهي هذه العاصفة؟ آه آه أنا خائفة آه يبدو أن العاصفة قد انتهت أستطيع الآن النوم بهدوء ليدي ديفا يا ليدي ديفا ما رأيك أن نذهب للخارج ونشاهد الثلج ونصنع رجل الثلج؟ يه هذا رائع هيا لنذهب ونلعب بالثلج آه يا إلهي كم هو جميل كل شيء أبيض المكان كله أبيض هذا رائع آه أصبحت عيني تؤلموني هيا لنلبس نظاراتنا آه هكذا أفضل يا ترى أين الليدي ديفا أنا لا أراها آه واو كم هذا الثلج جميل وناعم أنا أحب الثلج كثيرا وأحب أن أتتحرج بالثلج آه التحرج بالثلج هي أفضل شيء واحد اثنان آه ما هذا الشيء؟ يا بنات تعالوا وشاهدوا ماذا وجدت يا رويل بي يا سواق ماذا هناك يا ليدي ديفا كنا نبحث عنك ماذا وجدتي؟ مهما أخبرينها لقد وجدت هذا الصندوق ومكتوب عليه او ام جي او يا إلهي يبدو أنها لعبة من مجموعتنا او ام جي يا ترى من هي؟ او كم هي مدهشة يا ترى من هذه اللعبة؟ هل يمكنك أن تفتحيها؟ لنا نريد أن نعرف من هي الفتاة الغامضة بالطبع سأقوم الآن بفتحيها هذه اللعبة هي السلسلة الجديدة من او ام جي انظروا إلى العلبة كم هي جميلة يأتي معها أخت صغيرة لطيفة مختبئة بالثلج يأتي بها 25 مفاجأة وهي أيضا من سلسلة الوينتر ديسكو يد العلبة جميلة جدا عليها هذا الفراء الناعم تأتي في هذه السلسلة أربع شخصيات وكل شخصية معها أختها الصغيرة الشخصية التي حصلت عليها اسمها سنوليشيس وأختها سنو أنجل ها هي أختها هل أنتم مستعدون للفتح؟ هيا لنفتح او واو انظروا إلى كل هذه المفاجآت نستطيع أن نقلب العلبة من هنا ونقوم باللعب بهذا الثلج انظروا عندما نقلبه يتحرك هيا بنا لنقوم بفتح المفاجآت والأكياس يوجد هذا الكتاب الصغير بالداخل ها هي الأخت الصغيرة اسمها سنو أنجل انظروا كم هي جميلة تضع على أذنها هذه القطعة لتدفئ أذنها وترتدي هذه الملابس الجميلة حذاؤها جميل جدا يأتي معها زجاجة الشراب هذه أيضا ألوانها جميلة والآن هيا بنا لنفتح سنضيق وأكياس أختها الكبرى ها هو أول صندوق يا ترى ماذا به او واو يوجد به هذه القطعة لونها أبيض وهي ناعمة من الفراء إنها دافئة وجميلة يوجد أيضا هذا الكيس او واو يحتوي على اكسسواراتها لديها نظارات وردية كبيرة حلق دائري كبير حزام معه شنطة يبدو غريب مرآة مكياش هكذا نكون أخرجنا اكسسواراتها هيا لنرى حذاءها مقصه ستة ونصف أنا متحمسة كثيرا لأرى كيف شكله اوه إنه ملفوف داخل هذا الكيس ها هو حذاؤها إنه جميل جدا وكعبه عالي وعليه هذا الفراء الأبيض اللطيف ألوانه مناسبة للوينتر ديسكو والآن لنرى ماذا يوجد بأكياسها ها هو الكيس ألوانه جميلة جدا يا ترى ماذا يوجد به واو يوجد به بلوزة وجاكيت ها هي البلوزة انظروا كم هي جميلة لونها وردي لمع وبها فتحة صغيرة من الأمام وها هي من الخلف وها هو الجاكيت إنه جاكيت من الفراء يشبه جاكيت الليدي ديفا ولكنه أكبر الآن لنقوم بفتح الكيس الثاني أيضا هو كيس جميل وكبير يوجد به هذا البنطال السيلفر اللماء كم هو جميل إنه مناسب جدا للوينتر ديسكو ها هي أختها وها هي كل أغراضها وإكسسواراتها هل أنتم مستعدون لفتحها؟ هيا بنا واحد اثنان ثلاثة أوه ظهرت هذه الصورة ها هي الفتاة إنها جميلة مكتوب أن علينا أن نسحب من هنا لنفتحها واو كم هذا مدهج إنها تيتاف ها هي اللعبة كم هذه اللعبة ممتعة مرحبا كيف حالكم؟ أوه أنا مصابة بدوار قليلا انظروا إليها هي لنخرجها أوه كم هي جميلة وملابسها جميلة ها هي ترتدي هذه الملابس وشعرها جميل انظروا إلى مكياجها ولون عيونها عيونها باللون الأزرق مناسب مع شعرها تعمل هذه الضفائر الكثيرة الطويلة يوجد العديد من الضفائر بشعرها وكلها زرقاء اللون تستطيع أن تحرك يدها في العديد من الاتجاهات هكذا أصابعها جميلة وتبدو حقيقية وتضع المناكير الوردي ها هي ملابسها مصنوعة من الصوف إنها جميلة جدا وها هي البلوزة أيضا مصنوعة من الصوف وعليها أزرار صغيرة يأتي معها هذا الكيس به حقيبتها ها هي الحقيبة إنها وردية وجميلة يأتي معها هذا الاستاند الأبيض لتقف عليه ها هي كل أغراضها وإكسسواراتها لقد جهزتها لتلبسها تفضلي يا عزيزتي وابدأي بلبس ملابسك واو ملابسك جميلة هيا افتدي الإكسسوارات هيا لتمشطي شعرك يا عزيزتي والآن ما رأيك ببعض المكياج اوه تبدين جميلة مرحبا يا أختي أنا سنو أنجل أنت جميلة جدا أهلا يا عزيزتي إنكي لطيفة جدا أحببت ملابسك ما رأيك أن تذهبي وتقابلي الأو انجي هذا رائع أريد أن أراهم مرحبا أنا اسمي سنو لشيس أهلا بكي أنا اسمي الليدي ديفا لقد أحببت في رأك كثيرا وأنا اسمي رويالبي أهلا وسهلا بكي وأنا اسمي سواق أنت جميلة جدا كم أنتم لطفاء أنا سعيدة لانضمامي إليكم خلتذكرون يا أصدقاء أننا في بداية الفيديو طلبنا منكم الانتظار للنهاية لكي تساعدوني أريدكم أن تساعدوني في اختيار اثنتين من الأو ام جي لتكونوا فتيات شريرات في الفيديو القادم أحتاج لعبتين يلعبوا دور شريرات لدي السواق ولدي الليدي ديفا وسنوليشيس وريالبي هذه مجموعة الأو ام جي التي أمتلكها الآن أحتاج أن أختار شخصيتين يكونوا بنات شريرات وشخصيتين يكونوا بنات طيبات اختاروا من هم الشريرات ومن هم الطيبات واكتبوهم بالتعليقات لكي أعملهم في الفيديو القادم لأنني سأحتاج إلى شخصيات شريرة لتكون في التمثيلية وأيضا أريد أن أخذ رأيكم بالنسبة للقرعة الكثير منكم يحزن لأنه لم يطلع اسمه في الفيديو السابق الأغلب اختار اسم روزي ولقد كتبته في القرعة ولكن عند السحب لم يكن الاسم الفائز هو روزي هل تريدون أن لا نعمل قرعة وأختار الاسم الذي يختاره الأغلبية لكي لا يزعل أحد وتكون لا يوجد قرعة أم أنكم مستمتعون بموضوع القرعة ولا بأس أن تحاولوا مرة أخرى أخبروني بالتعليقات أيضا هل تريدون قرعة أم أقرأ التعليقات وأختار الاسم الذي اختاره الأغلبية هكذا نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو شكرا جزيلا لكم لمشاهدة الفيديوهات وشكرا للاشتراك أنا أحبكم كثيرا وأتمنى أن تستمتعوا دائما في مشاهدة الفيديوهات إلى اللقاء في فيديو آخر